موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم و أهلا بكم في آخر طبعة يسابق المبعوث الدولي و العربي الأخضر الإبراهيمي الزمن لإيجاد تسوية سلمية للأزمة السورية منتقلا من بلد إلى آخر في طهران سمع اقتراحا يضمن وقف العنف ومرحلة انتقالية بإشراف الرئيس السوري بشار الأسد في العراق لمس موقفا عراقيا مشددا على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة السورية ورفضا للتدخل العسكري فيما كان الأوروبيون متفاجئين من كلام وزير الخارجية الروسي الذي أكد فيه على أن الأسد باق في الحكم وأن الكريملين يدعمه بقوة ينشغل العرب وتركيا بكيفية إسقاط النظام السوري الذي يشكل كما تقول إيران حلقة هامة في محور المقاومة في الوقت الذي تستمر سيطرة المتطرفين في إسرائيل على زمام الأمور على وقع انتخابات مبكرة ما يعني استمرار السياسات المعادية والعنصرية مشاهدين الكرام هذه المواضيع وغيرها سنحاول مناقشتها مع ضيفي السيد هاني مندس منسق عام المؤتمر الدائم لمناهضة الغزو الثقافي الصهيوني وقبل البدء بالحوار سنستعرض بعض العنوين التي أبرزتها الصحف العربية اليوم صباح الخير اقتراح الإبراهيمي هدنة في سوريا خلال عيد الأطحى والعقوبات الأوروبية الجديدة المفروضة على سوريا وإيران العنوان الأبرز في بعض الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية مع عنوين صحيفة القدس العربي توتر حاد في العلاقات السعودية البريطانية والسبب البحرين الرياض شعرت بالإهانة بعد تقرير برلماني انتقد دورها بقمع ثورة المنامة إيران تقترح فتح حوار وفترة انتقالية تحت إشراف الأسد والإبراهيمي يدعو إلى وقف للنار في سوريا خلال الأطحى تقرير أمريكي معظم الأسلحة السرية تصل لإسلاميين متشددين هجوم إعلامي سوري على أردوغان العصمان للمنافق إسرائيل تعزز من تحصيناتها على الحدود مع مصر وغزة والجيش المصري يتأهب خشية رد الجهاديين على اغتيال السعيداني ننتقل إلى أبرز عنوين صحيفة اللواء اللبنانية الإبراهيمي في بغداد وقف النار أو تفجير المنطقة طهران لمرحلة انتقالية ولفروف يضع مظلة روسية فوق الأسد عقوبات أوروبية جديدة لشل القطاع المالي والمصرفي في إيران واشنطن ترحب بإجراءات العزل وخامنئي يحذر من تعكير الهدوء أوباما يهيئ هجوم المناظرة الثانية لانتقام من رومني وتثبيت تقدمه أبرز عنوين صحيفة السفير اللبنانية نستهلها بمخاوف من النيران السورية ولفروف يؤكد أن الأسد باقن الإبراهيمي يقترح هدنة في عيد الأطحى وطهران تكشف عن مبادرتها للفترة الانتقالية أوروبا تشدد عقوبتها على الإيرانيين خامنئي يدعو إلى اليقظة الأعداء سيخفقون إسرائيل تعزز نشاطها في حقول المتوسط صحيفة الزمان العراقية عنوانت الإبراهيمي يغادر بغداد محبطا من رؤية المالك للسلام في سوريا صرقة شعرات الرسول الثلاث ودرسه من المسجد الأموي في حلب أوروبا تغلق مطاراتها أمام الطيران السوري مقرر مجلس النواب يكشف للزمان عن محاولات كتل وسياسيين حل البرلمان العراقي السعودية تصرف رواتب لمعتقليها في العراق زعيم قاعدة المغرب يعين أميرا جديدا للساحل تحسبا لعملية عسكرية غربية في مالي صحيفة الشرق الأوسط السعودية عنوانت الإبراهيمي يدعو لهدنة عيد ولفروف الأسد لن يرحل مصادر فرنسية موسكو أشبه بحائط له أذنان مقرب من المالك يفجر أزمة برزان خطر على العراق طالبان اعتبرت تصريحات دعوة للحرب مصر بلاغات ضد تنطاوي وعنان بالتورط في قتل المتظاهرين تسريبات عن مشروع قانون بديل للطوارئ طهران تحث على مقاطعة المنتجات الغربية أوروبا تشدد العقوبات على إيران وسوريا وخامنئي يدعو للوحدة صحيفة الوطن السورية عنوانت الجيش يواصل دك المسلحين بالغوطة ويقتل إرهابيين بينهم أكثر من عشرة أجانب الإبراهيمي يدعو لوقف للنار بمناسبة الأطحى وينفي طلبه نشر قوة سلام دورية وأخيرا نتوقف عند أبرز عنوين صحيفة العرب اليوم الأردنية الملك الحركات السلمية ساعدتنا على تسريع الإصلاح الإبراهيمي أزمة سورية خطرة على السلم العالمي وأخيرا نتوقف مع أبرز عنوين صحيفة الوسط البحرينية الملك نتطلع إلى روابط أوفق في ظل منتدى الحوار الأسيوي الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني وبهذا العنوان نصل إلى الختام عودة إليك ملحم أهلا بك سيد هاني مندس في قناة الميادين بداية ما هي العنوين التي لفتت انتباهك العنوان الأساسي الآن في هذه المنطقة هو عنوان القضية في سوريا الأزمة في سوريا هي التي تستحوز على الاهتمام الرئيسي وأيضا فيما يتعلق بمحاولات الإبراهيمي لإيجاد الاتصال بالقوى الإقليمية إيران ثم العراق ثم جولاته الدولية لتحقيق ما يسمى تطبيق اتفاق جنيف هذا هو الأهم هل من الممكن أن تثمر هذه الزيارات المكوكية التي يقوم بها الأخضر الإبراهيمي؟ هناك سراعة بالطبع كما تعلم سراعة كبيرة الآن يدور إقليم دولي الآن سوريا أصبحت عنوان لصراع إقليم دولي كبير السيطرة الأحادية الأمريكية هي سيطرة الآن تريد أن تفرض نفسها من خلال السيطرة على موارد النفط سيطرة تريد أن تحكم القبضة الأساسية للتحكم في العالم بالبلطجة السيطرة على موارد النفط في هذه المنطقة وللتحكم ولمحاصرة الصين وأيضا لمحاصرة الاتحاد السوفيتي ولتمرين النفط بالطريقة التي والغاز بالطريقة التي تعجبها لكن هذه السيطرة الأحادية نحن لا نستهين بها ما زالت تملك قوتها ما زالت تملك أطرافها ما زالت تملك أجهزتها مخابراتها شبكاتها التي تتغلغل في المجتمعات وتمول حركات كثيرة عندما نقول السيطرة الإمبريالية يعني أنت تحاول القول وكأن ما يحصل في سوريا مؤامرة دولية للسيطرة على المنطقة وفي محاولة استغلال لبعض المشاكل الموجودة الحقيقية الموجودة في سوريا طب الطبع هناك مشاكل اعترف فيها حتى النظام مشاكل كبيرة مثلا في قضايا الفلاحين تم إهمالهم الانفتاح الاقتصادي أدى لمشاكل كثيرة أدى لضرب صناعات كثيرة محلية هو الاستيراد المفتوح يعني هو نتيجة النصائح الأوروبية التي دعت إلى الانفتاح بهذه الطريقة فأدت إلى مشاكل كثيرة عادة أن هناك فيه فساد وفيه ضرورة إصلاح ومشاكل كثيرة وفيه هناك استملاكات للأراضي تمت بطريقة معينة تم استغلال الأزمة الحقيقية الموجودة في الواقع السوري للدخول من أجل ليس لإصلاحها وليس من أجل ديمقراطية من يقوم الآن بالحرب التخريبية في سوريا لا يستهدف التحقيق الديمقراطية هو يتصرف بطريقة الغائية وبطريقة ارتكاب جرائم لا يهمه ذلك بالطبع ليس لأقول أن هناك فقط مؤامر هناك استغلال لظروف حقيقية أزمات تعاني منها سوريا وركوب موجة هذه الأزمات وتمويل القوى التي متربصة في سوريا كالإخوان وغيرهم سيد هاني بعدما حصل ما حصل الآن إذا أردنا تقييم الوضع في سوريا حاليا على أرض الواقع هل من الممكن أن يكون هناك حلول سياسية أن تنجح المبادرات والمساعي التي يحاول القيام بها الأخضر الإبراهيمي أم أنه لا الكلام الآن أصبح للسلاح فقط إذا لاحظت أن الأخضر الإبراهيمي كل حركاته الأساسية الآن تتركز على القوى الإقليمية والاتصال بالقوى الدولية وهو يطالب الجميع بالكف عن إرسال السلاح والمال لإيقاف الحرب الدائرة على الأرض السورية فهو الآن يعرف أن القرار الأساسي هو في القوى الدولية أساساً والإقليمية يعني ويتصل بهم وهناك أزمة في الاتصال مع بعض القوى الإقليمية مثل السعودية وقطر هم هزتان الدولتان تريدان التصايد كما ملاحظ ولا نعرف إذا كان هناك كان هناك طلب واضح في الجمعية العامة الأمم المتحدة من أمير قطر تدخل العسكر العرب تدخل العسكر العرب بضرورة تدخل جوش عربية صحيح طبعاً هم لا يقررون الذي يقرر أساساً هي أمريكا بالدرجة الأولى هم المخطط الأساسي وأمريكا أمريكا كما قلتك الآن هي في طور تراجع تاريخي صحيح لكن عندما كل الأمبراطوريات في التاريخ عندما تتراجع استراتيجياً تتشدد تكتيكياً في هذا سياق لا وخاصة عفواً بس كلمة خاصة ليس بالمعنى السياسي وإنما بمعنى هناك ثروات في هذه المنطقة مواقع استراتيجي في هذه المنطقة يؤثر على بروز القوى الجديدة في العالم كروسيا والصين والهند وغيرها فهي تريد أن تتحكم وتمنع صعود هذه القوى على كل حال نحن سنستكمل الحديث بالطبع عن مهمة الأخطر الإبراهيمي بالإضافة إلى التصعيد الخاص على الحدود السورية التركية ولكن قبل ذلك سنستعرض معاً فقرة الحدث بالمتابعة المصر اليوم علاء الأسواني الرئيس الذي يخدم سيدين موظم القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي لا تفيد الثورة بل تهدر أهدافها أليس من حق الناس بعد كل ذلك أن يشككوا في الغرض من قرارات الرئيس لا يمكن للرئيس أن يخدم سيدين كما قال الإنجيل لا يمكن للرئيس أن يكون مخلصاً لأهداف الثورة ومصالح الإخوان في نفس الوقت إن ما حدث يوم الجمعة الماضي أكبر دليل على هذا التناقض فبينما الرئيس مرسي يحاول إقالة النائب العام حشدت جماعة الإخوان المسلمين الآلاف من أنصارها فاعتدوا بطريقة همجية على الثوريين هذا التخبط هو الذي أفقد رئيس الدعم الشعبي ولسوف تتوالى خسائره إن لم يأخذ قراره بوضوح عليه أن يختار إما أن يكون مندوب المرشد في رئاسة الجمهورية وإما أن يكون رئيساً للمصريين يتبنى تحقيق أهداف الثورة حتى لو خالفت مصلحة الإخوان ما زالت أمام الرئيس فرصة لعلها تكون الأخيرة لإصلاح المسار والإنحياز للثورة علمت الصحيفة أن المبادرة الإيرانية التي تحدثت عنها وسائل الآلام وسلمت للمبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي في طهران هي نفسها التي بحثتها اللجنة الربعية المانية بسوريا في اجتماعها الأخير في القاهرة وتقوم على ثلاثة بنود هي وقف إطلاق النار وعدم التدخل الخارجي بكل أشكاله وحصول حيوان سياسي بين السلطة والمعارضة السورية وقالت مصادر الربناسية لمراسل الصحيفة في دمشق إن الحديث يدور حول كيفية تحقيق العنصر الأول أي وقف إطلاق النار حيث ترحب طهران بكل خطوات التهدئة نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان وفي تصريح تلفزيوني أعلن أن طهران اقترحت على الإبراهيمي فترة انتقالية تفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية ونيابية وكل ذلك تحت إشراف الرئيس بشار الأسد عبداللهيان أوضح أن دمشق وافقت على هذا الاختراح الحياة تعاون أردني أمريكي لمواجهة تطورات الأزمة السورية أعلنت مصادر دبلوماسية أمريكية وأردنية للصحيفة أمس وجود خطط مشتركة أمريكية أردنية للتعامل مع تطورات الأزمة السورية وانعكاساتها المتسارية على الأردن دبلوماسي بارز لدى السفارة الأمريكية في عمان قال للصحيفة إن الولايات المتحدة ملتزمة بخطة طوارئة مع حلفائها في الأردن لمواجهة تطورات الوضع السوري وتأثيراته على المملكة من دون الخوض في تفاصيلها وقال النطق باسم السفارة سيلفيو جونزاليس للصحيفة إن قوات أمريكية تتواجد بشكل دوري وروتيني على الأرض الأردنية لدعم أهداف البلدين المشتركة ولا سيما تلك المتعلقة بإدارة برامج المساعدة العسكرية رافضا الخوضة في التفاصيل سيدهاني هل توافق من يقول بأن بعض الدول الخليجية لا سيما قطر أطلقوا النار على مهمة الإبراهيم حتى قبل بدئها هم يحاولون أطلاق النار على الأخضر الإبراهيمي ومهمته ولكن القرار ليس بيدهم نحن نتحدث عن قرار أوسع صحيح ولكن ماذا فعلوه حتى هذه الدول كي تتهم بأنها أطلقت النار على هذه المهمة التي لم تكن معروفة أصلا ما زالوا يدعمون بالسلاح والمال القوى المعادية ويرسلون لها السلاح والمال سواء كان من خلال المجموعات التي تتدخل من تركيا أو التي تتدخل من بعض الأماكن في لبنان وأيضا بأساليب أخرى فهم يرسلون السلاح والمال حتى هذه اللحظة ويطالبون بالتدخل الأجنبي بالتدخل الأجنبي والآن بالتدخل العربي ماذا يعني التدخل العربي؟ المهمة الإبراهيمي هي تطبيق اتفاق جنيف وإيجاد حل سلمي حل سلمي لا تطلب تدخلا عسكريا فلذلك ما زالوا مصررين على هذا لكن ليس القرار بيدهم وهم يعملون تحت قرار أمريكي مؤجل حتى الآن القرار الأمريكي عندما تتطفق أمريكا مع روسيا يحدث هذا الاتفاق لحل هذه الأزمة أعتقد أنهم سينصعون للإرادة الأمريكية ولكن حتى الآن هم يعملون في الوقت المسموح به من قبل الأمريكان للضغط على سوريا لمزيد من الضغط على سوريا أمريكا تخطط لضرب سوريا منذ 2001 ومنذ 2002 عملوا قانون العقوبات ضد سوريا وفي قرار بضرب دولتين ومنذ ذلك الوقت هم يتطفقون وعملوا اتفاقات مع الإخوان المسلمين وغيرهم لكي يكون هناك استعداد لتغيير وضرب النظام السوري وهذا معروف وتحدث عنه أكثر من صحافي وأكثر من هناك معلومات كثيرة في ظل هذا الوضع الذي تتحدث عنه حاليا برأيك هل من الممكن أن تنجح مهمة الإبراهيمي ربما يكون هناك بعض الدول التي تريد إفشالها وتعمل على ذلك ينبغي أن لا نعلق الموضوع على إرادة ما تريده السعودية وقطر يعني ما تريده السعودية وقطر ليس هم المقررون الذي يقرر أكثر في هذه المنطقة كما قلت لك هي القوى الدولية روسية أمريكا أوروبا إلى حد معين إيران قوى مقررة أيضا تركيا مؤسرة على كل حال هي دول فاعلة في المنطقة لا يمكن تهميش دور السعودية في منطقة لا أهميش دورها لكن ليست هي الوحيدة التي تقرر وهي تؤثر من خلال القرار الأكبر الذي تنصع لهو قرار أمريكي بالنسبة للمقترح الإيراني الذي عرضت بعض المقاطع من بنوده في صحيفة السفير وستمعنا إليها قبل قليل كيف تقيم هذه المبادرة هل يمكن أن يكتب لها النجاح هل يمكن أن ترضى بها الأطراف مجتمعة على ذكر الأطراف المتصارعة في سوريا النظام قال بأنه سيدرس هذه المبادرة الإيرانية وربما أيضا هناك مؤشرات على أنه سيقبل بها لكن المعارضة هل ستقبل بهذه المبادرة أولا إيران هي تحاول منذ فترة كما لاحظت أنت من عدة محاولات واتصالات وعلاقات سواء مع السعودية أو من خلال المبادرة الأخيرة تركز على إيجاد حل سلمي يوقف العنف وتريد أن يقف هذا العنف وإيجاد مراحل حل سياسي يعني بتوافق داخلي سوري وأيضا إقليم سيداني هذا صحيح ولكن هناك من يتهم بإيران بأنها تفصل مبادرات على مقاس مصالحها مصالحها بالطبيعي إيران لها مصالح ولكن مصالحها هي متحالفة مع النظام في سوريا وهذا معلن وكما السعودية وقطر تحالفهم واضح مع الولايات المتحدة ولكن هذا تحالف ضمن إطار إمبريالي ولكن هذا تحالف إقليمي يعتمد على السيادة الوطنية إيران سيدة نفسها سوريا سيدة نفسها سيدة قرارها في فرق هناك تحالف من مواقع سيادية بينما هناك تبعية ما رأيك بهذا البند الذي ورد فيه المبادرة الإيرانية حسب نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان تشكيل فترة انتقالية تفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية ونيابية وكل ذلك تحت إشراف الرئيس بشار الأسد ألا ينشكل هذا البند عقب أمام التوصل إلى حل وقبول هذه المبادرة من قبل المعارضة السورية أنا أعتقد إذا أردنا أن نرضي المعارضة السورية المعارضة السورية معارضات في معارضة مرتبطة لن ترضى بشيء إلا بحكم الأوامر لكن هناك في معارضة وطنية قسم منها موافق على ذلك ثم تنحي الرئيس الأسد هذا الكلام أي معارضة موافقة لو سمحتنا في الداخلية المعارضة الداخلية حسب تصريحات هيئة التنصيق بأنها تريد صحيح تريد مرحلة انتقالية ولكن ليس بإشراف الرئيس بشار الأسد نقول أن هناك كفاءات في الداخل السورية ممكن أن تستلم هذه المرحلة في بعض المعارضين صرحوا بعض القوى المعارضة لم تعادي ولم تطالب كشرط تنحي الرئيس بعضها صرح بذلك لكن إذا أردت أن تتحدث عن المعارضة المعارضة معارضات والقصد من التركيز على رئيس الأسد هو ليس رئيس الأسد بزيد هو مجرد تنحي الرئيس المطالب بتنحي الرئيس الأسد يعني ضرب استقلال وسيادة سوريا لم يعد رئيس الأسد لم يعد رئيس الأسد مجرد شخص يعني ينبغي أن يتنحي هو أصبح رمز لمرحلة مواجهة يعني لمرحلة مواجهة أي مطالبة بتنحي الرئيس يعني في النهاية أنك أنت تضرب النظام أسمح لي لذيق الوقت يعني غير بعيد عن ما يحصل في سوريا في مصر تطورات وهي تأتي جزء من تطورات المنطقة كما استمعنا قبل قليل في صحيفة المصري اليوم مقالي السيد علاء الأسواني يقول بأنه أمام الرئيس المصري محمد مرسي فرصة أخيرة لإصلاح مساره والانحياز للثورة ما رأيك بهذا الكلام باختصار له سمع أنا برأي أنه الأخ علاء الأسواني مع احترامي له هو لدي أوهام أوهام عن الوطنية لأنه كل جميع شارك بالثورة والإخوان شاركوا هم شاركوا في اليوم الرابع وهم شاركوا من موقع يعني القفز على منجزات ما حدث على الأرض في الثورة وأخذها بهذه الطريقة وهناك اتفاق مسبق من الإخوان؟ الإخوان طبعا الإخوان باليوم الرابع شاركوا ودخلوا باتجاه يعني حاولوا ركوب الموجة واتفقوا حتى مع المجلس العسكري على قانون انتخاب معين يناسبهم سيدي على هذا اتهام أم هناك معلومات؟ معلومات ما بعواضحة للجميع كيف؟ من أين حصلت على هذه المعلومات؟ عن المجهود المعلومات معلومات كثيرة يعني عن ماذا أنت تتقصد يعني عن الاتفاق كما ذكرت بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري تم الجلوس مع الإخوان والمجلس العسكري واتفقوا على تعديل معين للقانون الانتخابي الذي كان سائدا وتم الانتخاب على هذا الأساس ولم يتم تعديل الدستور بالكامل والانتخابات التي جرت كانت لصالح الإخوان ولذلك هم أخذوا على رسالة لا أنا أتحدث سيدي قبل انتصار الثورة الحراك الثوري الذي حصل في البداية الإخوان المسلمون كانوا جزءا من هذا الحراك أنت تقول بأنهم لم يكنوا جزء من هذا إنما ركبوا الموجه لا أنا أقول أنهم شاركوا متأخرين وشباب الإخوان بشكل خاص هم الوقود الأساسي اللي شارك بخوة وكان لديهم مشاكل معقية ذاتهم أنا أعتذر على هذه المقطعة ولكن أنا مضطر للذهاب إلى فاصل ومن ثم سنستكمل الحوار حول هذه النقطة مشاهدين الكرام فاصل ثم نواصل ابقوا معنا أرحب بكم من جديد مشاهدين الكرام قبل استكمال الحوار سنتابع فقرة الحدث الأجنبي فالمتابع لوفي جارو جورج مالبرونو برهان غليون يمول مجموعة مسلحة في خطوة مفاجئة بادر الأستاذ السابق في جامعة السوربون برهان غليون إلى إنشاء مجموعة مسلحة تابعة له في مسقط رأسه حمص ويقودها من تركيا يبدو أن غليون وهو أحد أشد معارضي عسكرة الانتفاضة ضد النظام السوري قد توصل إلى استنتاج مفاده أن لا خلاص إلا بتسليح الحراك في سوريا خطوة غليون هذه تشكل تحولا كبيرا فرجل فرنسا داخل المجلس الوطني لطالما ردد أمام زائري في منزله الفرنسي ضرورة تقيد العسكريين المنشقين بأوامر السياسيين نيويورك تايمس ليبيا واشنطن تنشئ قوات لقتال الإسلاميين كشفت وثائق حكومية سرية أن وزارتين الدفاع والخارجية في الولايات المتحدة تكثفان جهودهما لمساعدة الحكومة الليبية على إنشاء قوة كوماندوس لمكافحة المتطرفين الإسلاميين الموجودين في ليبيا وكانت الإدارة الأمريكية الحالية قد حصلت الشهر الماضي على موافقة الكونغرس على تحويل ما يقارب الثمانية ملايين دولار كانت مخصصة لمكافحة الإرهاب في باكستان للشروع في بناء قوات نخبة ليبيا خلال العام المقبل قوات من المتوقع أن يصل عددها إلى نحو 500 جندي وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن قوات خاصة من الجيش الأمريكي هي التي ستتولى التدريب تماما كما فعلوا مع قوات مكافحة الإرهاب في باكستان واليمن واشنطن بوست سعود الجهاديين المتشددين يهدد استقرار العالم العربي يشكل بروز الجماعات الجهادية المسلحة في العالم العربي تهديدا جديدا للاستقرار في المنطقة ويعرقل مسيرة الديمقراطيات الناشئة وأفاق الانتقال السلس في سوريا في حال سقوط النظام سعود هذه الجماعات في سوريا يشكل قلقا بالنسبة للغرب وبخاصة جبهة النصرة التي برز نشاطها في سوريا العام الماضي وأعلنت مسؤوليتها عن سلسلة من التفجيرات الانتحارية في دمشق وحلب وبحسب خبراء فإن هناك أدلة تشير إلى أن هذه الجماعة تعمل بشكل وثيق مع الجيش الحر إضافة إلى جبهة النصرة هناك عدد من الجماعات المسلحة الأكثر راديكالية كمجموعة مجاهدي الشورى التي تمكنت من جذب عدد من المقاتلين الأجانب إلى شمال سوريا وبحسب المحلل المختص في شؤون الإرهاب تشارلز ليستر فإن أي من هذه المجموعات لم تبدي مصلحة في مهاجمة الولايات المتحدة بعد إلا أن ذلك قد يتغير مع استمرار الصراع هناك سيد هاني بالعودة إلى الجدل الدائر في مصر حاليا حول الدور الذي يقوم به الرئيس محمد مرسي وعلاقته الوطيدة بالإخوان المسلمين وهل هو رئيس لمصر أم رئيس لفقط مجموعة وشريحة معينة من الشعب المصري المعلومات التي تفضلت بها قبل الذهاب إلى فاصل هل هي حصلت قبل الثورة المصرية أم بعد الثورة المصرية هذا مهم جدا يجب توضيحه العلاقة أو التفاهم الذي حصل بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري كان قبل الثورة أم بعدها بالطبع استاذ ملحم الذي حدث أن المجلس العسكري نفسه نشأ بعد الثورة وأيضا الإخوان بالأساس اتفقوا مع هذا المجلس المقصود قبل الثورة بالطبع يعني المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية بعد الثورة تم الاتفاق مع المجلس العسكر لذي استلم السلطة مؤقتا بين الإخوان وبينهم على قانون انتخاب واضح يميل لمصلحة الإخوان ورأينا النتيجة في الانتخابات التي حدثت لم يعطى فرصة كثيرا لأجل أن يتشكل فترة انتخالية معينة تمهد لانتخابات حقيقية وتم بهذا المعنى تم القفز وصرقة الثورة تحت ادعاء التمثيل الانتخابي التمثيل الانتخابي بالأساس التمثيل الانتخابي التمثيل الانتخابي نحن نعرف من لبنان نعرف من أدة أماكن ليس هو الديمقراطية بالكامل هو جزء من عملية ديمقراطية ينبغي توفير لكل العملية الديمقراطية حرية التعبير حرية تشكيل الأحزاب وتشكيل هذه الأحزاب وإعطاء مساواة فيما يتعلق في الإعلام فيما يتعلق بمنع التمويل ولكن هناك حدث بسرعة انتخابات الإخوان يملكون الأموال وتم الحديث عن كم من الأموال التي دفعوها هم والسلافيين عدا ذلك لهم نفوذ أنا لا أنكر هذا النفوذ لهم نفوذ بالشارع هم حزب طريق أكيد لهم نفوذ ولهم شعبية والآن تتراجع هذه الأخر معلومات بالمحلة والمحلة أنا أسميها بوصلة مهمة العمال في المحلة هاجبوا مقر إخوان المسلمين ورفعوا شعارات مضادة لهم بسبب الوضع الأخير يوم الجمعة الفات نعم قضايا مطلبية ولكن السؤال الذي يطرحه الكثيرون حاليا هل سيستطيع الرئيس محمد مرسي أن يكون رئيسا لكل شرائح الشعب المصري أم فقط رئيس للإخوان المسلمين هذا التحدي تطرحه عليه كل القوى السياسية وكل القوى السياسية كانت تملك أوهام من الناصريين إلى الليبراليين إلى الديمقراطيين ما لك أوهام أنهم يستطيعون إذا أحاطوا بهذا الرئيس وأن يشكل عملية حكومة ائتلافية وطنية إلى آخر أوجبها وطنية معينة هذا لم يحدث التصرفوا منفردين الإخوان يستخدمون الجميع ويتصرفون على أساس يتجاوزوهم وحتى هذه المسألة حتى الآن مازالت قائمة التحدي مازال موجودا وهو لم يلتزم به ولا على كل حال سيفاجأ الجميع بأن الإخوان لهم برنامج يريدون أن يطبقوا ليعترفوا بأي دستور ليعترفوا بأي شيء إلا بما يتعلق ببرنامجهم وهو يعتبر أن هذه الفرصة تاريخية لتطبيق هذا البعض قد يتوهم أنه من ممكن أن يكون رئيسا لمصر من خلال بعض الحركات بعض الشغلات لكن لا أعتقد ذلك على كل حال الحديث عن مصر ومرحلة ما بعد الثورة بحاجة إلى حلقات متعددة صحيح ولكن أنا أريد أن أنتقل إلى فقرة الحدث الأجنبي التي استعرضناها قبل أقل صحيفة لوفيجارو نقلت خبر مهم جدا حتى في بداية المقال قالت في خطوة مفاجئة بادر برهان غليون إلى إنشاء مجموعة مسلحة تابعة له في مصقة رأسه حمص كيف تقرأ هذا الخبر أنا أقرأ هذا الخبر أن هناك تسارع للصراع المسلح في سوريا الجميع دخل فيه بكل الطرق وأصبح الذي يقرر على الأرض هم المجموعات المسلحة المجموعات إذا كان هو زعيما بالمجلس الوطني أو ليس له شيء إذا لم يكن له دور ولكن برهان غليون معروف أنه من أشد معارضين لعسكرة النزاع في سوريا وكان له مواقف متعددة في هذا الإطار لا كان يتحدث عن ضرورة إخضاع الجيش الحر للقرارات السياسية للمجلس الوطني الذي يسمى مجلس الوطني كان يتحدث عن ضرورة سيطرة قيادة السياسيين للجيش الحر أو للمجموعات المسلحة عندما وجد أنه لا سبيل أنه يتحدث في الهواء وجد أنه من المناسب لديه فلوس كثيرة وخزاء لنفسه وجد كثرة منها ربما يستطيع أن يمول بعض المجموعات وتتحدث بإسمه لكي يكون له وزن ولكن ألا يمكننا القول بأن الرجل استنتج بأنه لا خلاص كما ذكرت الصحيفة للأزمة السورية إلا من خلال تسليح المعارضة وانتصار الجيش السوري الحر إنجاز التعبير بيدنيا على أرض الواقع هو ليس استنتاجها هو الاستنتاج الأساسي هو ماشي فيه من الأول ما يسمى معارضة مسلحة منذ البداية بدأت ضد النظام السوري من الرابع يوم بدأت مسلحة وهذا السلاح بهذه الكسرة وهذه الأنفاق وهذه استعداد سنوات طويلة ضد سوريا لضرب النظام في سوريا فليست مفاجئة وليس هناك وهم أن هناك كان حراكا سلميا ثم كردة فعلا قلبة إلى مسلح لأن النظام لا يريد التغيير هذا وهم غير صحيح والوقاع الأخير على الأرض تفنت ذلك لأن كميات من السلاح وكميات من النفاق الموجودة لا تصنع في أشهر أو في أيام أو كردة فعلا هذا نتيج التخطيط والاتفاقات الحاصلة أصلا بالأساس ضد سوريا منذ زمن حتى عند الأمريكان لقلب النظام السوري وتمويل محطة أوريانت التي تصدر في دبي وأيضا محطة بردة التي تظهر في لندن بردة يبدو أن مواقف الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت فاترة نوعا ما فيما يتعلق بالأزمة السورية هناك على ما يبدو مخاوف جدية لدى الولايات المتحدة من صعود الجهادين المتشددين يعني صحيفة الواشطون بوست كما ذكرت قبل قليل بأن صعود الجهاديين المتشددين يهدد استقرار العالم العربي وبالطبع هذا ليس المقال الأول في هذا الإطار هو أصلا في الغرب أساسا في هناك إسلاموفوبيا يعني عمليا خوف من الإسلام عموما تاريخيا يعني يتم الحديث عنه عندما وجدوا الآن أن ليست المسألة في الإسلام المعتدل فقط أن هناك إسلام آخر إسلام المعتدل الذي يستطيع أن يسير على الأجندات الموضوعة لهم بطريقة رضيهم وجدوا أن هناك في إسلام يريد أن يزايد على المعتدل ويريد أن يطرح القضايا كثيرة وبالأخيرا أسر المظاهرات التي قامت ضد الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم فقامت مظاهرات في ليبيا ورأوا مشاهد ضدهم يعني معادية لهم بس أنا أرى أن في هذه المشاهد التي حدثت ضدهم هي تعبر ليس عن استياء إسلاميين كما يريدون أن يحصروا تعبر عن استياء شعب عارم من كل سياسات الولايات المتحدة إنما هم يريدون أن يحصروا فقط بجهاديين لا الشعوب قامت لأنها تكره هذه السياسات التي تريد الهيمنة وتريد أن تعبر عن فرهية لهذه السياسات أستاذ الكريم يعني بالطبع الأمم المتحدة أيضا تحذر من أن استمرار الأزمة السورية يشكل أرضا خصبة للإرهاب بالأمس جيفري فيلتمن تحدث في هذا الإطار ولكن برأيك هذه المخاوف الأمريكية ألا تزيد من فرص الحلول السلمية للأزمة السورية بالرغم من التصعيد والتوتر على الحدود التركية السورية هي تعبر عن قلق أمريكي أكثر لأنها تعاني أمريكا في عدة أماكن في أفغانستان وعدة أماكن أخرى في اليمن وعدة أماكن تعاني من مشكلة مع الإسلاميين الجهاديين والقاعدة تحديدا فهي بهذا المعنى تخشى تخشى أن يسيطر هذا الاتجاه ويذهب بطريقة لا تستطيع أن تضع لها ضوابط تخشى من تكرار السيناريو الأفغاني الأفغاني فرضا على سبيل المثال هي تريد أن تضبط العملية بإطار معين أصلا بالأساس ممكن هذا أن يساعد إذا كان جدي إذا كان جدي عليها سنتحدث بالتفصيل أكثر عن هذا الموضوع إذا كان هناك جديد أن تفرض على السعودية وقطر عدم إرسال السلاح والأموال إلى سوريا على كل حال سنتحدث أكثر بالتفصيل عن هذا الموضوع ولكن بعض فاصل قصير مشاهدين فاصل ثم نواصل أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام ما زلنا معكم في آخر طبعة وأذكر بضيف الكريم السيد ناهد مندس هاني مندس وهو المنصق العاملي المؤتمر الدائم لمناضة الغزو الثقافي الصهيوني لكن قبل استكمال الحوار سنستعرض مقتطفات من الصحافة الروسية فلنتابع راسيسكايا جازيتا تركيا على بعد خطوتين من الحرب أرسلت تركيا ستين دبابة إضافية إلى المناطق الحدودية مع سوريا ما يرفع عدد المدرعات إلى 250 كذلك وصلت 55 مقاتلة من طراز F-15 وF-16 إلى القاعدة الجوية في مدينة دياربكر وملاطيا التوتر المتسارع بين أنقرة ودمشق خرقه اقتراح سوري بإجراء تحقيق حول سقوط قذائف من الجانب السوري على الأراضي التركية لكن تركيا تنفي تسلمها أي اقتراح وتعتبر أن مثل هذا الإجراء يتم عبر البعثات الدبلوماسية في ظل هذه الأجواء الملبدة توجهت تركيا إلى المجتمع الدولي مطالبة بإصلاح مجلس الأمن الدولي لفشلي في حل الأزمة السورية المراقبون يعتبرون أن جارة سوريا غير جاهزة لأي حوار وبالتالي فإن التصعيد المتبادل سيبقى سيد الموقف نيزا في سيمايا جازيتا حرب غير مرئية بين إيران وخصومها في خضم المواجهة بين إيران وجيرانها من العربي من جهة والدول الغربية من جهة أخرى يرتفع منسوب الحرب الإلكترونية التي لا توفر الشركات السعودية والقطرية وإيران تعلن بانتظام عن اكتشاف الفيروسات في شبكات الكمبيوتر في الإدارات الحكومية والمصانع النفطية كل ذلك يتزامن مع إصرار الولايات المتحدة وحلفائها وفي مقدمتهم إسرائيل على التوقيف البرنامج النووي الإيراني ما يعني أن الغرب مستمر في معركته ضد إيران وليس أمام الأخيرة سوى الدفاع وتنفيذ هجمات إلكترونية لضمان استمرار تصدير النفط كومسو مولسكايا برافدا يفجيني بيتروف لغز الطائرة السورية من موسكو إلى أنقرة أجبرت السلطات التركية الخميسة الفائد طائرة مدنية سورية على الهبوط في مطار أنقرة للإجتباه بوجود أسلحة على متنها عملية تفتيش الطائرة استمرت تسع ساعات قبل أن تتمكن قوات الأمن التركية من ضبط جزء من الشحنة العسكرية المرسلة إلى دمشق لكن حتى تاريخه لم يتلقى الجانب الروسي أي معلومات عن المعدات التي صدرتها الشرطة التركية الكراملين يبحث في كيفية علم الأتراك بهذه المعدات ومكانها في الطائرة في التفسير الروسي للحادث أن معلومات سربت من موسكو عن حمولة الطائرة وليس من قبيل الصدفة أن تشيد الولايات المتحدة الأمريكية بالخطوة التركية قبل أن تتلقى التقرير التركي عن المعدات للمصادرة سيد هاني لا أستطيع حقيقة أن أتجاوز عن الانتخابات المبكرة في إسرائيل والتي يقال بالطبع حسب مصادر فلسطينية بالتحديد من منظمة التحرير الفلسطينية بأن هذا مؤشر على استمرار السياسات العنصرية لإسرائيل وسيطرة المتطرفين برأيك على ما تؤشر المرحلة القادمة في إسرائيل وعلاقة الإسرائيل والسياسيين في إسرائيل خاصة اليمين كما يقال بالسلطة الفلسطينية هو منذ هزيمة 2006 في لبنان هزيمة الكيان الصيوني في حربه التي شنها ضد لبنان وحزب الله بدأ يصعد اليمين الصيوني وأنا لا أعتقد أن هناك يمين ويسار مدامة هناك مستوطن ودامة هناك دور صهيوني ضد هذه المنطقة مرسوم بإطار كأدات لصالح الاستراتيجية الإمبريالية لكن عموما في هناك يمين بمعنى مزيد من التشدد مزيد من الرغبة في اعتماد على الحرب إهمال ما يسمى جماعة أوسلو بعدم حوار معهم واعتبار حتى أوسلو ملغي يعني يعتبروه ملغي الاستمرار في الاستطان وغيره الاستمرار بشكل واسع في الاستطان وتحدث يمكن كاتب مهم أنتون شلحت عن هذه المسألة وهو دراسة هامة عن سيطرة اليمين على كل مؤسسات الدولة أكثر فأكثر استمرار في هذه السياسات سيد أهاني برأيك ألا يضر إسرائيل خاصة في ظل التطورات الحاصلة في العالم العربي وتغيير أنظمة كثيرة كانت موالية لإسرائيل أو تابع لها إنجاز التعبير والله أنا مش شايف إذا كان النظام المصري الحاليا متمسك باتفاق كام ديفيد وإذا كان التغيير بهذا المعنى الذي نقصده وإذا كان على طريقة مجيء الغنوشي الآن الذي يتصاعد ضده النضال في كل مكان في كل تونس ليس هناك تغييرا بالمعنى الاستراتيجي حقيقي هناك مخاوف طبيعي من أي تغيير يحدث إسرائيل حساسة تريد استقرار وفرضها على كل حال لكن الكيان الصهيوني باستمرار لا يعيش إلا بدرورة وجود حرب هذا الذي ينبغي ويركب رأسه بأنه مسيطر ويريد أن يفرض حقائق على الأرض وهو لا يستطيع أن يتحمل هزيمة وسيحاول من جديد سواء بالتهويل في ضرب إيران طبعا لا يستطيع وحده أو في شن حرب أنا أعتذر على هذه المقاطعة ولكن لديق الوقت لا أستطيع أن نتجاوز أيضا الحدث الروسي الذي عرضناه قبل قليل بالطبع الصحف الروسية أيضا منشغلة بالأزمة السورية ما رأيك بمصير اللجنة الأمنية التي اقترحتها روسيا لضبط الحدود بين سوريا وتركيا هذه محاولة للضغط حقيقية روسية للضغط على النظام التركي النظام التركي يحاول أن يتفلت ويتصرف كأنه جزء من حلف الأطلسي ويريد أن يتصرف ويجر حلف الأطلسي إلى معركة مع سوريا لأن حكومة أردوغان تورطت إلى النهاية في الحرب ضد سوريا وهو يعني روسية تريد أن تلجم تريد أن تلجم حكومة أردوغان سيدي تقول بأنها الآن تريد حربا مع سوريا لا أن تلجم الاندفاع مزيد من التوريط لا تريد هي تقول لا تريد لكنها تفعل أشياء كثيرة وتسمح للمسلحين المتضفقين بالألاف من تركيا أكثر مكان يتضفق في المسلحين من تركيا هناك معسكرات للتدريب ماذا يحدث هذا كله عدوان على سوريا لكن عموما هي لا تستطيع ويبدو أن الحلف الأطلسي نفسه كقرار أساسي وأبلغ لتركيا لا يريد التورط هو يريد أردوغاني هما أن تتورط من خلال سلسلة من الأحداث يتمنى أن تتورط حلف الأطلسي بهذا الخضر أو ذاكي صحي ولكن هل من الممكن أن تقبل تركيا بهذه اللجنة الأمنية هي حتى الآن هل هذا يصوب في مصالحها أم لا لا يصوب في مصالحها البعض يقول بأنه مخرج جيد هو جيد يحفظ لها ماء الوجه يحفظ لها ماء الوجه من زاوية لكن في النهاية هي محاولة لجم روسية جدية للنظام التركي أن يلتزم ويحل المشاكل بطريقة بدون تدخل كبير هذا أنا أسميه نوع من الضغط عليه ولكن إذا وافق على اللجنة تكون جيد نعم سننتقل سيد الكريم إلى فقرة الكاريكاتير الآن هذا الكاريكاتير لصحيفة النهار وعلى ما يبدو أنه بالطبع حول الأزمة السورية ما رأيك يعني بالطبع هذا هذا الشخص هو الأخضر الإبراهيم حسب الكاريكاتير وهي لف ويدور وليستطيع أن يمسك في الدجاج على ما يبدو أن هذا التقرير يشير إلى مهمة صعبة للأخضر الإبراهيمي للوصول لتسوية لأزمة السورية الذي سيمسك في الدجاج يبدو الرئيس الأسد كما يبدو يعني سيكون الكاريكاتير الآخر صحيفة الوطن السورية هذه الوردة تشير إلى الأمل الذي يجب أن يخرج من تحت الركان الصحيفة الأخرى صحيفة الغد الأردنية قبزة فيليكس العربي طبع يعني هذا إشارة إلى الحدث الذي حصل بالأمس الحدث التاريخي الذي حصل بالأمس المظلة هذه المظلة ممزقة المظلة ممزقة عند العربي ويقفز في الفراغ نو يخرج من التاريخ هذا كتاب التاريخ طبع يخرج من تاريخ ويقفز في الفراغ المطلق على ما يبدو أن المقصد الأنظمة صبع طبع ليس الشعب العربي حتى الشعب بسبب فعل الأنظمة أصبحنا يعني تقريبا إنجاز التعبير متخلفين عن التطور وعن مواكبة الأخضار هناك إسكاء للزوايا الغريزية العنفية وثقافة العنف وثقافة ونالأهم من كثيرا بالغرائزية الجماهرية عندما تقاضي الجماهير بدون وعي بدون طليعة بدون برنامج استراتيجي صحيح يحدث أشياء كثيرة تعصبات وكرهية ثقافة كرهية وثقافة إلغاء الآخر وإلى آخر نعم على كل حال سيد الكريم على أمل حقيقة أن نصل في يوم من الأيام إلى مواكبة ومصابقة الدول الغربية في هذه الأبحاث العلمية وهذا التطور أشكرك جزيل الشكر السيد هاني مندس والأمين المنصق العام للمؤتمر مؤتمر مناهضة العنصرية أشكرك الغازو الثقافي والإسم هاني وليس له أشكرك جزيل الشكر وعفوا مشاهدين الكرام شكرا لحسن المتابعة ونلقاكم غدا بإذن الله إلى اللقاء شكرا